غضب عارما يسود مختلف الأوساط الشعبية والتجارية في محافظة شبوة على خلفية الانهيار المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بعدما تخطى سعر الدولار الواحد حاجز الألف الريال في هبوط قياسي غير مسبوك ويعدل أسواف تاريخ البلاد مراقبون اعتبروا استمرار انهيار الريال بمثابة كارثة اقتصادية ترمي بظلالها على الحركة التجارية والحياة العامة في البلاد وتخلق عبئا إضافيا ومتاعب معيشية جديدة على المواطنين وتدفع بالمزيد منهم إلى مصائد الجوع والمجاعة والفقر والحاجة فيما شهدت أسواق المحافظة حالة من التخبط في مختلف الانشطة التجارية حيث تحفظ الكثير من التجار على بيع البضايع للترقب عما تقول إليها أسعار الصرف تفاديا لتعرضهم للخسائر مواطنون اعتبروا ذلك بمثابة كارثة اقتصادية قاتلة في استهدف حياتهم بسلاح بلا رصاص بصراحة تدني الغير المتوقع والسريع في سعر العملة المحلية بمثابة كارثة اقتصادية حلت بالبلاد والعباد فقد أحدثت حالها من الشلل والارتباك في مختلف الانشطة التجارية فالتجار في حالة توجس وخوف من تعرضهم للخسائر فما بالك بما يتعرض له البسطة من الناس والأضرار التي تلحقهم في معيشتهم الأمر يتطلب إلى تدخل السريع والعاجل لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإنقاذ الناس بشكل أجمع من مجاعة وموت محقق لا سمح الله ومع الانهيار المتسارع والخطير لسعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني فقد أوقفت محال الصرافة عمليات بيع وشراء العملات تنفيذا لقرار نقابة الصرافين بالمحافظة في الحقيقة نحن في نقابة الصرافين محافظة شبوه قمنا بتوقيف عمليات البيع وشراء وذلك للحد من انهيار العملة الوطنية بسبب الطلب الكبير من قبل عصابات وما فيها في البلد غير مهتمة بحياة المواطنين المعيشية كما قمنا بتوقيف التعامل مع الصرافين غير المرخصين لأنهم يعتبرون عامل مساعد في المضاربة بالعملة وكما قمنا بتقييد عمليات التحويل بمبلغ مليون ريال يمني كحد أعلى وذلك بسبب العامل تصعيب عملية التداول وتغضيات العمليات البعشرة بين المضاربين يواجه اليمنيون منذ اندلاع الحرب التي أشعلت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران منذ سبع سنوات أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ لما ترتب عن هذه الحرب العبثية من تداعيات خطيرة ضربت المنظومة الاقتصادية في البلاد واستهدفت كل مقومات الحياة والعيش بسلام زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة